اكد سعدة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ اكد ان رحلة سفينة الابحاث البحرية جيوان تدعم تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف مجالات العلوم البحرية والتصدي لاثار تغير المناخ جاء ذلك لدى زيارة سعدته لسفينة الابحاث البحرية جيوان التي وصلت لاميناء خليفة بن سلمان حيث كانت في استقباله سعدة الدكتور شيخ سالم الضهري الامين العام لهيئة البيئة بابوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وعدد من مسؤولية الهياء واشاد سعدة وزير النفط والبيئة بما تقوم به دولة الامارات العربية المتحدة في السقطاب وتطويع التكنولوجيا الحديثة في تحقيق هدافها البيئية والمناخية منوها بالقدرات والأجهزة والمعدات والأنظمة والمختبرات الموجودة على متن سفينة جيوان لتسيير إجراء البحوث والدراسات والمسوحات البحرية بدقة وشمولية وأكد سعدة وزير النفط والبيئة حرص مملكة البحرين على أنجاح تجربة الرحلة البحرية الأولى من نوعها للسفينة بين دول المنطقة التي تهدف لجمع المعلومات والبيانات بإجراء المسوحات البيئية منوها إلى أهمية الاستفادة من مخرجات الرحلة البحرية في مجال حماية والزهار البيئة البحرية والأنواع الحيوانية والنباتية وعرب سعدة وزير النفط والبيئة عن شكره للخبراء المشاركين في الرحلة البحثية وتقديره لجهودهم الحثيثة والمتواصلة متمنيا للجميع التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة جدير بالذكر قد زار السفينة عدد من طلبة المدارس الثانوية في البحرين بالإضافة لمنتسبي جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي والمؤسسات الحكومية والخاصة للاطلاع على سفينة الأبحاث ترجمة نانسي قنقر